بعد صراع مع المرض غيب الموت الفنان المصري على عبد الخالق عن عمر ناهز 59 عاما في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثة على عبد الخالق يعد واحدا من نجوم الكست في الثمانينات وتسعينيات من القرن الماضي هو بدأ مشواره الفني مع فرقة الأصدقاء في عام 1980 وأصدر أول ألبوم له عام 1985 اختفى الفنان عبد الخالق عن الساحة الفنية لفترة طويلة منذ 2002 حيث أصدر آخر ألبوم له بعنوان عين بعين وكان الفنان الراحل ظهر قبل أشهر قليلة حينما كان يحتفل بزفاف نجله إلى ذلك نعى عدد كبير طبعا من نجوم الغناء في مصر الراحل كما نعت نقابة المهن الموسيقية الراحل مؤكدة أن مصر فقدت قيمة فنية كبيرة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة